أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحييكم بتحية أهل الجنة أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما يتجدد اللقاء بكم في يوم من أيام الله عز وجل من أيام هذا الشهر الفضيل المبارك نتحدث فيه عن أحوال أسلافنا من الذين سبقونا وسطروا لنا تريخا حافلا لشيئهم منا ولجعل أنفسنا تتوق إلى ما تقو نتحدث عن العظماء وإذا كان الحديث عن العظماء لا شك أن الكلمات تتناثر ولا توجد لكننا كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح الحديث عن السلف وحالهم في رمضان حديث شيق ماتع يحث النفس على المضي قدما للعمل والجد والمثابرة كما كان هو حال الصحابة وحال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كيف لا والقرآن الكريم وصفهم بأوصاف زكية بأوصاف نيرة مباركة حيث قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا حالهم حال الركوع والسجود لله عز وجل بغية نيل البركات ونيل الأجر والرضوان تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كل مبتغاهم هو فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل ليس همهم دنيا ولا همهم مال ولا همهم ولد ولا زوجة إنما يبتغون فضلا من الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله في وصفهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أكبر غاية المؤمن أن يصل إلى رضى الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله أكبر الله أكبر يا لهم من ثلة مباركة تربت في مدرسة صلى الله عليه وسلم مدرسة النبوة فكانت أخلاقهم لا تساوي أخلاق الدنيا اليوم جميعها إذا أردت المقارنة يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهي علامة تمييزهم يوم القيامة يوم الحشر عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يعرف الناس يوم القيامة يوم الحشر والناس خليط في ذاك اليوم الرهيب قال من آثار السجود ومن آثار الوضوء فإذا أردنا أن نسير على نهجهم فما علينا إلا أن نقتفي سيرهم كيف كان حالهم في رمضان حال الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن يتفرغون تماما من الدنيا لا تصلهم بها شيء وقد أخذوا ذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اتبعوه حقيقة فنالوا الشرف حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل فيما قيل فيه أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر رهبة من قوة إيمانه وصلابته لكنه إذا كان بين يدي الله عز وجل كان كالحمل الوديع في تواضعه وذله وخضوعه وانقياده لله عز وجل لكنه في الحق قوي شديد يرد الحقوق لأصحابها بكل قوة لذا كانت سيرته بعد سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم نبراس حياه لمن أراد أن ينشئ مجتمعا قويا متماسكا قائم على العدل والمساواة بين أفراده إذا نظرت إلى حالهم في رمضان فما تسمع إلا حال الرائم في النهار القائم في الليل حالهم قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار نعم حالهم مع القرآن عجيب ألم تسمعوا أن الصحابة رضوان الله عليهم في أحدهم كان أحدهم يختم القرآن في كل ليلة من رمضان وليس كما نظن نحن اليوم إذا قرأنا القرآن شيئا من القرآن لا يذكر أمامهم وإذا صلينا ركيعات قليلات في صلاة التراويح ظننا أننا حزنا شرفا ومكانا عظيما والواقع إذا نظرنا إلى حالنا أمام حالهم لا شيء عندما يذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة بعد صلاة التراويح يبقى ما قرأ في نهار رمضان وما صلى في تراويحه هذا ليس محسوب وإنما يبدأ حسابه بعد التراويح يقوم بالقرآن الكريم كاملا حتى أن بعضهم وصف وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلوات الله وسلامه عليه وهو الرحمة المهدى الرحمة إلى هذه الأمة وما زالت رحمته تترى إذا لمست رحمة الله ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتبه المكانة الرفيعة الكبرى رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم فعندما بدأ صلاة التراويح بالناس خاف رضي الله عنه وأرضاه أن تفرض على هذه الأمة فتكون شاقة عليهم فلا يأتونها فتكون سببا في هلاكهم كيف لا وهو الذي جاءه الأخشبان الجبلان العظيمان يقولان أدعو الله أن ننطق عليهم على أهل قريش يقول الرحمة المهدى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله الله أكبر الله أكبر رحمة ونعمة علينا باتباعنا لهذا النبي الكريم خاف أن تفرض صلاة التراويح على الناس فتركها فأصبح الناس يصلون فرادا في مسجده صلى الله عليه وسلم ولكنه بعض الأحايين يخرج ويصلي بالناس يقول الصحابي الجليل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا ما يقارب نصف القرآن في ليلة واحدة قال وصلى بنا ليلة سبع وعشرين أو خمس وعشرين على اختلاف في الروايتين قال فقرب أن يختم بنا القرآن حتى أننا خشينا ألا ندرك البركة هكذا قال البركة وهو السحور تسحروا فإن في السحور أو السحور بركة قال حتى خشينا ألا ندرك البركة وكان عمر عندما جمع الناس للصلاة كان الناس يقومون بالمئة والمئتين أو المئتان في كل صلاة تراويح في كل ليلة يصلون مئت آية أو مئتين آية مئتان آية يصلون ويقومون بها ولا يثنيهم ذلك لا يجدون لا تعب ولا نصب في ذلك لا يجدون لأن القلب اتصل بالله القلوب اتصلت بحبل الله عز وجل فعاشت في رياض الله عز وجل أنسا وقربا ومحبة لله عز وجل هذا القرب أنساهم وجودهم وكيانهم يتأسون في ذلك بحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من هو وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه يقوم حتى تتفطر قدمه صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها مشفقة عليه تفعل ذلك ألا تشفق على نفسك وأنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيكون جواب المحب أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا لذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور من يرزقه الله عز وجل هذه النعمة نعمة شكر الله عز وجل على نعمائه وعلى ضرائه وأن يبدل في ذلك قصار جهده ليصل إلى هذه المرتبة العظيمة وهذا الشرف الكبير أفلا أكون عبدا شكورا يروى في ذكر السلف أنهم إذا جاء رمضان عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة أنه إذا دخل رمضان ترك درس الحديث ودرس الفقه وتفرغ للقرآن تفرغ للقرآن همه كيف يردد هذه الكلمات البينات المباركات التي يسعدون في رياضها وقد علموا يقينا أنه شهر القرآن شهر القرآن ففرغوا أوقاتهم للقرآن وهذا روي أيضا عن الشافعي أنه كان يصلي يختم القرآن في اليوم مرتين يختم القرآن في اليوم مرتين ولا يبالي ولا يشعر بتعب لأن عليه حلاوة ولأن القرآن خير جليس ولأن القرآن لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا كما قال القائل ترداد القرآن كلما عشت مع القرآن وكلما فرغت وقتك كله للقرآن حينئذ ستعيش في رياض الله عز وجل تتتبع في ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن وإذا قام بالقرآن إذا وصل إلى آية عذاب استعاذ وإذا مر بآية نعيم سأل الله ذاك النعيم وإذا سمع الأمثال وإذا سمع الآيات اتعظ بها حتى أنه يسمع القرآن يوما من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيقول أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمع ونحن نهجر نهجر حتى سماع أما يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن أسمعه فيقرأ رضي الله عنه وأرضاه فعندما يصل في سورة النساء وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ عَصَوا الرَّسُولَ لو تسوى بهم الأرض وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا فيقول صلى الله عليه وسلم حسبك فيقول ابن مسعود فنظرت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا بعينيه تدمعان بأبيه وهو أمي فإذا بعينيه تدمعان لأن مقام الشهادة مقام عظيم وهو الشاهد ومن أسمائه الشاهد والحاشر ويحشر الناس تحت لوائه هكذا كان حال السلف في رمضان وفي غير رمضان لكن رمضان يزيدونه بمزيد اهتمام لما علموا بما فيه من الخيرات ونحن رمضاننا قد انقضى لم يبقى منه إلا القليل فهل عملنا وهل بادرنا وهل انطرحنا وقدمنا تقصيرنا بين يدي الله عز وجل أم أننا غرتنا الأمان وتمنينا على الله الأمان فكانت الأعمال قليلة والآمال في الدنيا كبيرة حتى قل العمل وقل الرجاء حتى أن الناس أصبحوا يفترون من صلاة التراويح ومن قراءة القرآن وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا ليس كذلك فهم إذا دخلت العشر الأواخل من رمضان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره شد مئزره وأيقظ أهله مزيد في الطاعة ومزيد في القرب ومزيد في التذلل ومزيد اهتمام ومزيد حب ومزيد قرب ومزيد معية هكذا كان حالهم مع رمضان انقادوا إليه بحب وانقياد حتى كان حالهم بين الخوف والرجاء علموا أن الأوقات هي أعمار والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراك أهون ما عليك يضيع يقول الحسن البصري عليه رحمة الله اليوم هو جزء منك فإذا ذهب فلن يعود يقربك لأجلك يقربك لأجلك وينقص في عملك ويقول أندم وأبكي ليس على تجارة فاتت ولا على مال ضاع ولا على زوجة جميلة لم يتحصل أو لم يتزوج عليها ولا على ولد حرمة ولا على ذرية لم يعطها ولا على مكانة لم يرتفع إليها وإنما قال أبكي على يوم يقربني إلى أجلي ولا يزداد فيه عملي ولا يزداد فيه عملي لذا نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ فإذا أتاك الله الصحة فأنت تظن أنه لا يوجد أقوى منك بتاتا ولا تصرفها في طاعة الله عز وجل وتذهب بها هنا وهناك في الملهيات ولا تفرغها في طاعة الله عز وجل فتكون ممن حضي بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله الصحة والفراغ الفراغ القاتل من الفراغ أصبح اليوم مصطلحات جديدة خرجت في المجتمعات ما كان مجتمع المسلمين يعرف شيئا اسمه مرحلة المراهقة لا والله إنما في مرحلة المراهقة شباب المسلمين الذين تربوا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم قادة الجيوش كمال نج وكمال تربية ورفعة وهمة وعقيدة نعم العقيدة التي أصبحنا لا نبالي في غرسها في النشأ إذا نظرنا إلى اليهود وهم يغتصبون مقدساتنا كيف يغرسون مقدساتهم وعقيدتهم في أبنائهم ونحن اليوم نستحي أن نغرس هذه العقيدة في صدور أبنائنا حتى ننشأ منهم جيل القادة الذي يكون للسلف فيه يكون السلف هم ضياؤهم فيه ويكون النبراس نبراسهم ويكون العز في اقتفاء أثرهم وليس العزة في اقتفاء آثار اليهود والنصارى وبلاد الفرنج وبلاد الغرب عندما كان الشباب يتربون في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم يتصارع الشابان الصغيران اللذان لم يبلغا الحلم وهما يبكيان أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن لهما ليذهبا معه للجهاد هكذا هم شباب المسلمين يضيعون أوقاتهم في مرضات الله ويستثمرونها ولكن عندما أصبحت الهمم وأصبح النشأ لا يعرف سلفه ولا يعرف مجده ولا يعرف تاريخه المجيد إذا ذكرت أمهاتي المسلمين يكاد يسمي لك الشاب أم أو أمين من أمهاته الذي الواجب عليه أن يعرفه كما يعرف أمه التي أنجبته أرضعت لكن إذا تحدثت معه على شيء من أشياء الملهيات اليوم كرة أو غير ذلك أو لعب أو بلاستيشن إلى أي درجة وصل أو بوب جي أو غير ذلك يسمي لك تلك الأشياء بحذافيرها بل إن اللاعب يأتيك حتى بنسل نسله ومن أين حذر أما أن يعرف أمه وأن يعرف شرفه وأن يعرف مجده فذاك بعيد المنال لأن المناجهة المناهج فرغت من الطاقات نعم من الطاقات المتجددة التي تغرس في النشأ تلك الهمة وتعرف الخلف بالسلف وإذا عرفنا أسلافنا وهمما وهمما هم عرفنا مجدنا وإذا عرفنا طريق المجد وصلنا لذا أقولها وبكل مرارة أن الإسلام ممتحن بين المسلمين وأنه لو طبق في شبر على من من الدنيا فإنه سيسود وذلك وعد الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ورمضان شهر الانتصارات ورمضان شهر الفتوحات ورمضان شهر الاتباع للسلف حقيقة وليس الدعاء نعم حقيقة وليس الدعاء ليس اتباع السلف هي عبارة عن أشكال ولا أقوال فقط وإنما هي عبارة عن تطبيقات ومعاملات وهمم وكل ذلك اتباع السلف في كبيرهم وصغيرهم في حكمهم وفي طلاقهم وفي معاملاتهم إذا أخذنا تلك الطريق وسرنا على طريقهم وأخذنا من هممهم وجعلنا من رمضان هداية انطلاق لا شاء أننا سنصل إلى طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لصحابته الكرام حين جلس معهم وخط خطان وخط خطوط وخط خطا مستقيما بينها ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون هذه طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم سلفنا الذين اقتفوا أثره بأبي وهم صلوات ربي وسلامه عليه فحري بنا أيها الأحباب أيها الصائمون أيها المتبعون أيها الملتمسون لاتباع طريق السلف يا من تبحثون عن طريقهم هذه هي طريقتهم وهذا هو منهاجهم وهكذا كان ديدنهم في رمضان فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا أسأل الله العظيم من فضله وجوده وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يحسن العمل فيما بقي من رمضان وممن يجيد العمل بإخلاص لله عز وجل ممن تقبل توبته وتغسل حوبته ويكون من الفائزين ويكون في ركب المرضيين ويكون في ركب المعتوقين من النار فلله في كل ليلة عتقاء من النار من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة فضل عظيم وتيسير من النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان أيها الأحباب أضعف الإيمان أن تكون لك ختم في رمضان وليست تلك هي همة المؤمن القوي وإذا كانت ختمتان فذلك أنفع وأكبر وأكبر وإذا كانت ختمات ختمات للتلاوة وختمات للتدبر حتى لو لم تختم بختمة للتدبر وكبرت الآيات التي ترأوا بها ففي ذلك الفلاح وفي ذلك النجاح وفي ذلك الفوز وبها تصل إلى مقام القرب وبها تصل إلى مقام المعية وبها تصل إلى تدريب تلك النفس على مرضات الله وعلى حب طاعة الله فالنفس كالطفل إن شبت على الرضاع وإن فطمتها إن فطمت كذلك النفس إذا عودتها على الطاعة زادت وهامت وعشقت تلك الطريق وإذا هامت في طريق الشهوات والشبؤات كانت ضائعة أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المعتوقين وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين